كما قال إلا يتقرى يا أيها رسوله من الطيبان يعملوا صالحا إني بما تعملون عليه وجعل ذلك لأذما للرسول في النوم قال وحبنا ربك حتى يأتي لك اليقين وهذا فيه رد على أهل التصوف الذين يقولون بأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من مراحل اليقين أنه تصف عنه التكاليف الشرعي فالله عز وجل جعل هذا الأمر وهو توحيده وعبادته لازما لرسوله حتى يلقى الله إلى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت أيضا ترجمة نانسي قنقر